فإذا أنا حبائي هذه المقدمة حبيت أوضحها على الأساس أن اليوم بتشوف فيه عداء فيه كراهية أنا بكره هذا الشخص مش مهم الشخص الثاني ممكن يكون كل بلاوي كل مصايب الدنيا موجودة فيه بس أنا رح أصوت له رح أنتخب له بكل بساطة لأنه أنا بكره هذا الشخص وما فيش تفسير هذا يحتاج إلى عمل إلهي وأصلي من كل قلبي أنه الرب يعطي الصحوة للكنيسة أنه تصحى خليني أسميها أرواح شريرة بغض النظر بتسميها أوهام أو غير أوهام هي عمل ضلال عمل ظلمة عمى روحي بعدش يميز بيفقد الحس بيفقد التمييز بيصير كراهية ضد الشخص الآخر والغريب أنه ممكن يتعامل معاه كل شيء لكن قلبيا عنده كراهية والكراهية عم بتزيد لأنه أنا في مركز قوة هذا هي الساكند كلاس سيتزن هو من جنسية يعني أضعف أقل أنا بحتقره حتى يمكن مرات احتراما منوريها مش عنصرية لكن قلبيا فعلا في هذا الأمر وأنا بتكلم اليوم بصراحة لأنه بلادنا محتاجة لشفاء حكامنا محتاجة لشفاء سلطاتنا محتاجة لشفاء بتأيد مهما كان أو من كان بسبب لأنه أنا بكر هالشخص الآخر بدون ما أبحث طب ليه الشخص الآخر بيقول كذا وكذا ليه إيمانه كذا وكذا وليه طريقة أو أسلوب نمط حياته كذا وكذا فالنتيجة أنا بدرب ومش مهم ما هو ما فيش محاسبة بعدين ما هو فيه الحام هو الله بحطها في بلزقها في الرب والرب بقولك أنا بريء كل البراءة من هذه الأمور كم من الملايين اللي رح تروح على جهنم وهي مخدوعة دينيا كم من الملايين اللي رح تروح على جحيم النار بسبب تعليم بسبب اعتبارات بشرية بسبب تعصد ديني بسبب عنصرية مش عاوز ينفتح مش عاوز يآمن عاوز يدرب لكن بغير من غير ما يبحث عن الحق ويعرف الحقيقة بصلي من كل قلبي أنه الله يبتدي يشفي الأحقاد والغليل والصدور وفعلا محبة الله تملأ وتشفي كل الكيان وكل الحياة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير